أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل في العاصمة الدوحة وزير الدفاع التركي خلوص أكار ولم تذكر الوكالة أي التفاصيل أخرى بشأن الزيارة وفي مطلع شهر الجاري زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قطر لمدة يوم واحد في أول زيارة خارجية له منذ انتشار فيروس كورونا معنا من المنام الكاتب والبحث السياسي عبدالله جنيد أهلا وسهلا بك إلى حوارات المساء رأيك ما السبب لهذه الزيارة يبدو أن هناك اتفاقا بين الأمير القطري والرئيس التركي وجاء وزير الدفاع هنا لبحث التفاصيل عن ماذا يمكن أن يكون تم بحثه وما الأجندة برأيك أسر الله مساك ومسا مشاهدي المساء على سكاينيوز عربية أعتقد أن هذه سيارة استتباع للزيارة الأولى حيث كان عكار ضمن الوفد الذي زر دوحة بصحبة الرئيس أردوغان بالإضافة إلى وزير الاقتصاد أو وزير مالي ياسف بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات التركية هل هي استتباعا كانت استتباعا في أي مجال يمكن أن نظر إليها هل هي لتنفيذ ما تتفق عليه أو إطلاق الأجندة التنفيذية لما تتفق عليه في تلك الزيارة أو القمة التركية القطرية ربما قد يكون تنويل عمليات المشتركة أو البرامج السياسية المشتركة قد يكون هو العنوان الأكبر كذلك قد يكون لتعاطي مع متغيرات مرتغبة ربما في المنطقة الأمر الأخير ربما تحاول تركيا الإيهام بأن المقاربات اللحظية التي تحدث بين الولايات المتحدة وتركيا على الأراضي التركية هي قابلة للتوظيف بشكل أبعد والستراتيجي في منطقة الخليج هذه الزيارات زيارات أردوغان وخلوصها كارلة قطر تحاط بشبه سرية لا يوجد تفاصيل لها فقط بعض وسائل الإعلام القطرية أصدرت تحليل أن الطرفاني بحثا موضوع رفض سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية ماذا تفهم أنت من هذا التصريح؟ هل في تنصيق مثلا عسكري قطري تركي ضد إسرائيل؟ ماذا يمكن أن تمثله قطر عسكريا في تحالف مع تركيا لتمثل أي أداة ضغط سياسية وعسكري على إسرائيل أساسا؟ هذا هو التصريح قطر نعرف أنها أحد أكبر إذن ماذا تملكه قطر لتقدمه لتركيا لتوظيف سياسي ضاقط على إسرائيل في ملف مثل ضم أراضي من الضفة الغربية أو الضغط على الإسرائيليين باتجاه الرجوع إلى الطاولة لا تملك أن تقدم شيء لأنه لم يبقى لدينا الكثير من الوقت خليني أعدل السؤال يعني واضح أن الموضوع هو ليبيا ما الذي تتوقعه الآن طالما في التنسيق عسكري بين البلدين في هذا الملف باختصار شديد؟ أنا على ما أعتقد وبكل إيجاز تركيا تريد الإيحاء بأن التقارب الذي يحصل الآن بين الولايات المتحدة وتركيا على الأراضي الليبية يمكن من خلال هذه الزيارات الإيحاء أن تركيا تستطيع أو فيما القادم من الوقت هي ستلعب دورا متقدما في الملف الأمني الخليجي شكرا جزيلا لضيفنا من المنامة وعذرا لضيق الوقت الكاتب الباحث السياسي عبدالله الجنيد اشتركوا في القناة